هي قصة مركبة جداً في حاجات نقصة؟ احتمال انا مش حاسة احتمال احساها حقيقة اه اوي في حاجات نقصة كتير تفتكلي في حاجات هو ما قالهاش حقيقية خدي بالك انه اكيد القصة برضو يعني بتختصر عشان وقت البرنامج واكيد يعني بس بتحطي كي وردز اه واكيد في حاجات ما ينفعش الانسان يقولها بطريقة ما بيقولها بطريقة ما اخرى اوكي من وجهة نظره هو اصدق احنا بسمع شخص مذكر رجل ودي تحتها خطوط كتير لان دي مش حاجة منتشرة اوكي انا بحقيه الصراحة انه عمل كده طبعا فانا بدربه تعظيم سلام انه فكر يبعت ويكتب ويعمل ويحاول يستشير وكده ده في حد زيته طبعا الو 90% يعمل من الخصص اللي جد لنا كانت فعلا ستات يعني انا بحقيه هو من الفم القليلين او الجلال يعني النسبة بتبقى دايما اقلب كتير من الستات لانه الست من ثقافتها ومن شخصيتها انها تحكي وتفاصيل وقال عشان الست بتبقى للتاتة والراجل بالقليل الكلام لا مش مسألة للتاتة الست عندها يعني من معالم شخصية الست انها بتحب ترغي بتحب تتكلم بتحب تحكي بتحب تفتفت دي مش القاعدة في الرجالة يعني فيه رجالة اه كده بس القاعدة ان دي يعني شيء خاص بالمؤنس طب انا حاسة بحاجة في كلامه وانتي صلحيلي انا صلح ولا انا اقول لا انتي تصلحيلي ولا اعمل لتنين عشان حاسة فيه حاجة بتدوري حواليها يا امل هو الراجل ده بيحكي ويلف ويدور زي الستات فعشان كده هو اللي عمل القصة كلها لا لا خلاص يبقى انا شفتي انه بعد اظن ايه لا لا كمل انا بس مش عايزة الاستاذ عسام ده انا هسميه بطل قصتنا مش عايزة يزعل مني خالص طب حللي شخصيته الاول يعني انا هقول كلام جايز يدايقه وجايز ينور له نور انه هو انه هو ده اللي انا شايفاه نحلل شخصيته الاول فانا مش هقدر امنع نفسي ان انا يكون امينة في تحليلي موافقة موافقين موافقة حللي شخصيته الاول اول حاجة انا من وجهة نظري البسيطة كده انه هو عنده يعني شوية خلل كده في بعض جوانب شخصيته خلل في بعض جوانب شخصيته بمعنى الاصل في الامور ان الرجل صاحب قرار الاصل في الامور تاني هقولها الاصل في الامور ان الراجل هو اللي بياخد القرار وهو اللي بياخد الخطوة وهو يعني حتى فيه مثل بلدي بيقول الراجل مش عارفة يهدم والستة تعشش او في مثل كده حد يحاولي يفكرني بيه بس ايوة راجل يطف ستة تعشش مش العكس في القصة دي مرتين يعني بس داقي علاقته بالنحن ثانيا واحدة هو جايلك في هذا البطل العظيم في المرتين هو اللي بيعشش في المرتين هو اللي بيعشش هو اللي بيتحايل وهو اللي بيصالح بس انا فيه حتة عايزة عرضك فيها ثانيا يا استاذ يعني نوصل لجملة مفيدة فانا حاسة ان هو عنده حاجة حصلت في حياته ممكن تبقى مخلياه عنده خوف من الهدم